وقعت مؤسسة حياة كريمة ووزارة التربية والتعليم بروتوكول تعاون حول عدد من المشروعات في قطاع التعليم ضمن المبادرة الرئاسية وللمزيد مشاهدين من التفاصيل بينضم إلينا الآن الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري ألم بك أحمد في البداية ولو تطلعنا أكثر عن التفاصيل الخاصة عن هذا البروتوكول الموقع ما بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة التربية والتعليم نعم بالفعل من مقر وزارة التربية والتعليم بالقاهرة حيث تتكاتف مؤسسات الدولة وجهودها لتنفيذ المشروع القومي هذا المشروع الرئاسي حياة كريمة الذي يخدم 58 مليون مواطن من سكان مصر في ريف مصر اليوم وزارة التربية والتعليم شهدت توقيع بروتوكول ما بين الوزارة ومؤسسة حياة كريمة وهو ليس البروتوكول الأول هناك تنصيق وجهود كبيرة بين المؤسستين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة حياة كريمة لكن البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم